اشتركوا في القناة وعليك السلام ورحمة الله إنما خفت أن نتأخر عن الصلاة فالمسجد الذي سنصلي فيه اليوم يبعد قليلا عن بيتك ولماذا لا نصلي في هذا المسجد القريب؟ أريدك أن تصحبني اليوم إلى المسجد الذي أحضر فيه حلقة تحفيظ القرآن خير ما فعلت جزاك الله عني خيرا هيا هيا ها قد وصلنا والحمد لله وإن كنا قد تأخرنا قليلا فقد أقيمت الصلاة سبحان الله ألم يسمع هؤلاء المؤذن وهو يؤذن للصلاة؟ بالتأكيد سمعوا فهم يلعبون بجوار المسجد مباشرة ومكبرات الصوت تسمع منطقة كلها إذن كيف يسمعون المؤذن يقول هيا على الصلاة هيا على الفلاة أي هيا على الصلاة التي هي سبب فلاحكم في الدنيا والآخرة ولا يجيبونه أو قول المؤذن الله أكبر الله أكبر التي ينبغي لسانعها ترك كل شيء بيده حتى التجارة والذهاب إلى الصلاة فكيف باللعب؟ لماذا لا نذهب إليهم وندعوهم إلى تلبية الصلاة وترك العد ولماذا؟ ليس هذا من شأننا فما دلنا نحن نصلي والحمد لله فلا يضرنا خطأ هؤلاء وتركهم للصلاة والله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم حسنا لندرك نحن الصلاة إذن لماذا تأخرت اليوم عن الصلاة يا زياد؟ معذرة يا شيخ ولكن عند دخولنا المسجد رأينا بعض الشبان يلعبون الكرة بعد الأذان فتعجبنا كثيرا من فعلهم هذا تدبرنا في معاني الأذان وكيف أنها تحتم على من يسمعها أن يجيب على الفور؟ ألم تدعهم للصلاة وترك اللعب؟ كلا يا شيخ لقد هممت أن أفعل ولكن زياد نصحني بتركهم نعم لقد بينت له أنه لا يضرنا خطأهم ما دمنا نصلي والحمد لله وذكرته بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم غفر الله لك يا زياد ما هكذا تفهم الآية؟ كيف يا شيخ؟ لقد صعيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما المنبر وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تدعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه أستغفر الله لقد فهمت الآية فهما خاطئا نعم يا بني تدبر جيدا قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ومن تمام هداية المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا أمر بالمعروف وينهى عن المنكر فحينئذ لا يضره ضلال من ضل ولم يستجب له لذا ينبغي يا زياد ألا نفسر آيات القرآن قبل الرجوع إلى كلام أهل العلم الموثوق بهم أحسنت يا بني فالله سبحانه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اشتركوا في القناة